لكن نيجي للسؤال للسؤال الثاني اللي طبعا بحير انه فعلا انا بتكلم على المؤمنين اخ جرجس وانت عارف راعة كنيسة في كتير ناس مؤمنين اللي مش عم بتشفى ليه لو انا اتكلمت نظريات انه الرب بيشفي و الرب بيشفي و الرب بيشفي وما تعرضتش لحاجة زي كده يبقى انا زي كأنني ببيع الهو او يعني كأنه بقول نظريات لكن لا الهنا اله حقيقي عايزنا نتلامس معاه و علشان نخاطب موضوع الشفاء ده فعلا صح لازم اتعرض للحقيقة لواقع الناس فيه انه ليه في ناس مش بتشفى ببساطة حقول الرد ممكن يبقى غريب جدا انه ما نقدرش نعرف ليه ليه لانه تقول لي يبقى خلاص يعني بقى احنا بنتحك عالناس او كده او نستسلمه خلاص وكان الله بالسر عليم فيه حاجة اختبرتها واختبرناه في الكنيسة عملت فرق كبير في حياتنا لاننا دايما كنا نواجه حاجات زي كده ممكن نصلي ونتحمس ونشوف حالات شفاء ورب يمد ايدي بقوة وفيه اوقات تانية ما نشوفش لغاية لما في وقت كده نور قدامي في الاية اللي في تاسنية 29 وعدد 29 مبدأ اساسي جدا كتاب يقول ان الصرائر لله والمعلنات لنا الصرائر لله الصرائر يعني فيه اسرار فيه امور لله والمعلنات لنا وانا محتاج ان انا اقبل هذي الحقيقة دي لان انا لو ما قبلتش الحق دوت انا كأني بحط نفسي في موضع الله مشكلة كثير معلنة لنا معلنة لمين معلنة لنا كمؤمنين انا عندي اعلانات انه الكتاب المقدس بولوس مثلا بيصلي وبيقول كده انا بصلي عشان روح الحكمة والاعلان في معرفته الرب عايز يدي اعلانات فاحد الاعلانات ديت انه الرب بيشفي احد الاعلانات انه الرب بيدي الانتصار الرب بيدي النجاح اروم ان تكون ناجحا ارادة الله انه سلام الله لازي فوق فيه اعلانات الاعلانات بمعنى ايه انه مش بقرأ حشو او كلام جرائد في الكتاب وعرفت معلومات لكن المؤمن من حقه امتياز انه ييجي كده وهو في علاقة مع الله ييجي في وقت واكيد كل مؤمن حقيقي يختبر ده انه ييجي كده الاية دي اه كان عارفها وحفظها يمكن مدارس الاحد ومن هو صغير لكن ييجي اعلان معين كأنه نور نور ينور قدامي كده ان الرب بيشفي وكأن الحقيقة دي بقت ممسوكة واضحة كأنها حقيقة نور 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 لجميع الامم نور ينور قدامنا انه الصليب دوت ممكن ناس كتيرة ياما ناس كتيرة مثلا تعرف انه الرب ياسوع مات على الصليب وغفر الخطايا وكده لكن فيه وقت شخص يتقابل مع الرب ياسوع ويفتح قلبه ويدرك كده ان الصليب ده عشاني انا ده الرب يسمت على الشاني فهذه هي معنى كلمة المعلانات لنا فيه اعلانات واحد المعلانات دي ان الشفاء لكن في نفس الوقت زي ما بقبل ان فيه معلانات لنا ودي لنا لنا كمؤمنين لكن السرائر لا الله يعني فيه اسرار ما ينفعش قديل نفس الحق ان انا اكون كالله تقول لي ازاي ده بطريقة عملية كتير قوي مؤمنين بيغلطوا الغلطة دي انه كأنه لازم ابقى فاهم كل حاجة وامير اي حاجة بتحصل حوالي لازم امير ان انا افصرها ولو انا قعت في الفخ دوت هقع في حتة لانه ده بيتضارب مع كلمة الله انه فيه اسرار انا مش من حقي يا انسان كانسان ان انا احاول ادرك كل دوت لكن اجي اوفق كده انه فيه حاجات انا مش عارف المعلانات انه مشيقة الرب للشفاء لكن فيه حاجات مقدرش اقول ليه فلان ليه فلان الخادم الامين اللي كان مشتعل بالنار اللي كان يمكن بيؤمن بالشفاء اللي مع الرب اكتر بكثير من شخص تاني لكن نشوف حصل مثلا انه حصلش شفاء حصل موت في السن صغير حصل امور مختلفة جدا فيه امور كتيرة ممكن نفهمها لكن فيه امور انا لازم ارتاح كده واعرف كده انه فيه حاجات ابقى منطمن كده يا رب ده مش حيحقق مش حي غير الحقيقة انه انت الطبيب الشافي هيدي المعادلة الصعبة ان انا ان انا ما تنزلش مش معنى انه فيه حاجات انا ما قدرتش ان انا افهمها او استوعبها او افسرها او ألاقي ليها تفسير ده معناه انه يلغي مش معنى انه فيه شخص مثلا كده مثلا بكل اخلاص وبكل امانة مع الرب لكن ما ما تمتعش بالنجاح فيه في وقت كده ما شافش نجاح الرب شاف فشل في البزنس بتاعه في عمله في علاقة زوجية هل ده معناه انه مش لازم ان انا اقول اه اعمل زي التلاميذ انه لا اكيد ده كان فيه خطية او يبقى مشيئة الرب مش فاق لازم اقبل انه فيه حاجات انا ممكن معرفش حياتي ايماني على اختبارات او على الشيء الملموس المحسوس حوالي وابني اختباري عليه لكن ابني اختباري على كلمة الرب اسوأ حاجة ممكن الانسان يعمل في حياته انه يبقى عنده اللهود بتاعه او التعليم اللي عنده بنيه انه مزيج ده بيمزيج بين كلمة الله بين الحق وبين اللي شايفه اللي عم بشوفه اللي بشوفه النتيجة ان انا بخلاص ان انا بطرق الحق اللي في الكتاب وبقبل امور تدمر لازم يبقى فيك قرار لازم يبقى فيك قرار عزيزي المشاهد انك تاخد قرار وده هو ده معنى الايمان احنا مش مدعوين اننا نكون ناس نعيش بالعيان احنا اسمنا مؤمنين اي شخص قبل الرب يسوع اسمه مؤمن مؤمن يعني يحيا مش باللي شايفه بالكلمة الله وده قرار قرار اساسي جدا تقدر تاخده النهاردة هل نوي انك تبني حياتك فقط على الصخر على كلمة الله اشتركوا في القناة